السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا شباب في فيديو جديد من قناتكم دكتور ايرني. دلوقتي يا شباب ناس كثيرة جدا بتدور على ازاي اتعدل على البي دي اف ازاي تحاول في الورد. والحاجات دي كلها طبعا علشان الابحاث اللي لازم نقدمها والامتحانات اللي اتلغت علشان الوباء ده ربنا يعافينا منه. ويشيله على خير ان شاء الله. اه فطبعا كل الناس بتدور على ازاي عايزة اتعدل على ملف البي دي اف علشان تقدم البحث بتاعها بسرعة والحاجات دي كلها. انا النهاردة جايب لك الفيديو ده علشان تعرف تعدل على البي دي اف من غير ما تحوله الورد ولا تحوله لاي حاجة. انت هتعدل عليه هو وهتسايبه في خمس دقيق بس من غير ما ياخد منك اي وقت. وبطريقة سهلة جدا. خليكم معي بعد الانترو هشرح لك كل حاجة بالتفصيل. خليكم معي. اهلا بكم مرة تانية شعاف دارتنا النهاردة مع موقع سجدة. موقع سجدة ده من احسن المواقع اللي ممكن تعدل على البي دي اف. وانت يعني خمس دقيق هتعدل على ملف البي دي اف بتاعك من غير ما تاخد اي وقت خالص. وهتعدل كل تفصيلة في الملف اه من غير مجهود خالص وبطريقة سهلة جدا هوريك كل حاجة دلوقتي بالتفصيل. طيب خلينا الاول نرفع ملف. اول ما هتروع على ملف سجدة الرابط اللي هسيبه لك تحت. طبعا هتعدل الاختصار هتروح على الرابط وهتدوس على اديت ابي دي اف. هتدوس على الكلمة دي. هيبدأ يحمل معاك علشان يفتح لك آآ صفحة للبي دي اف. علشان انت تعمل للملف بتاعها. هندوس على ابلوت بدي اف فايل. هنختار بقى اي آآ اي ملف من الملفات دي. خلينا مسلا نختار ده. ملف ده صور. خلينا نرجع. نختار ملف في كلام علشان نعرف نعدل عليه. هنختار مسلا ملف ده. هيبدأ يفتح لنا الملف بيعدل لك اهو. ما بياخدش وقت كتير بس انا عشان عندي انت ضعيف شوية. طبعا الملف بدأ ازهر عندنا هون. ملف زي ما انتم شايفين في مشاكل. علشان طبعا كنت بعدل عليه في موقع تاني. والموقع التاني ده طبعا آآ المواقع كتيرة آآ مش كويسة لتعديل البي دي اف. فطبعا زي ما انتم شايفين كده في مشاكل والموقع مش شغال كويس. او البرنامج مش شغال كويس. فطبعا احنا هنعدل عليه هنا في هنا في الملف ده. او في الموقع ده. وبطريقة سهل لو التعديلات دي كلها هتبقى يعني هتبقى آآ مزبوطة وما فياش اي مشاكل. طيب زي ما انتم شايفين هنا شباب احنا ممكن نيجي هنا عايزين نعدل مسلا العنوان ده. ممكن نيجي نقول له احنا هنيجي هنا. نيجي مسلا يا شباب عايزين نعدل على القسم ده. بكل سهولة طبعا هنيجي على كلمة الكلمة دي. هندوس عليها كده وهنعلم على المكان اللي احنا عايزين نشيل من عليه الكلام. نيجي كده. نعلم لحد هنا. طبعا بيفتح لك صفحة. او آآ آآ حتة بيضة كده علشان تحطها على الكلام. طبعا تكون لون الخلفية بيضة. ونجيبها كده. ممكن مسلا نشيل الحتة دي كمان عادي. بس كده زي ما انتم شايفين يا شباب احنا كده شلنا الكلام. بس طبعا عشان هنا الخلفية مش بيضة. فآآ متشالة معها. طيب احنا ممكن نعمل ايه بقى? ممكن نيجي ندوس على. وطبعا هنيجي نكتب هنا اي حاجة احنا عايزين. عشان هنكتب الله. ولو عايزين نكتب بالعربي ممكن نعمله عربي. ونكتب كيبورد قدام حضرككم اهو. زي ما انتم شايفين بيكتب آآ بطريقة سليمة مش زي الطرق دي او مش زي الحاجات دي. فآآ بيكتب بطريقة سليمة. طيب احنا عايزين نشوف بقى هو هيطلع علينا بقى الكلمات دي صحيحة ولا هيطلعها لنا فيها مشاكل زي دي. طبعا انت بعد ما تخلص كل التعديلات اللي انت عايزها. طبعا انا ما شرحت كل حاجة اللي انا شرح بس الاول كل حاجة. هنا عندك آآ لو عايز تحط صورة هتيجي هنا تقول له وهتقول له نيو اميج وهتبدأ تحط الصورة اللي انت عايزها. هتقول له نيو اميج وتبدأ ترفع الصورة اللي انت عايزها وتحطها في المكان اللي انت عايز. طيب هنا لو عايز تعمل امضة ممكن تقول له هنا طبعا بتكتب الاسم بتاعك مسلا انا هكتب ابضالة. حتى الامضة ممكن تكون بالعربي عادي بس انا هخليها انجليزي. ابضالة. طبعا بيجيب لك هنا كزا ممكن او كزا امضة ممكن تستخدمها. وهنا عندك ممكن ترسم انت زي ما انت عايز. وهنا عندك يعني انت لو عندك صورة للامضة بتاعتك. او اه لو عايز تصور صورة بشكل طبيعي من اه التليفون. اه هتصورها وهتحط المكان اللي انت عايز. طيب هنا طبعا عندك اللي هي الاشكال لو عايز تحطها طيرا عايز تحطه مربع طبعا بتعمل كده. مربع ودي تبدأ بتعمل كده. وكده المربع اتحط معاك بكل سهولة. طبعا لو عايزت مثل حاجة تدوس على علامة الدليل دي. وهنا عندك المور عندك هنا وعندك الاندو. لو اندو دي عملتها هيجيب لك اه اخر حاجة الحاجات اللي انت عملتها. طبعا انت لو عايز تلغي حاجة اه ممكن تدوس عليها كده وتقول له طبعا هترجع زي مكاني. طيب هنا عندك ايه? هنا عندك الهايلايت. يعني احنا مثلا احنا عايزين نعمل هيلايت. آآ على الكلمة دي. دعوه. هنا. هنا بتختار اللون اللي انت عايزه عندك الاندر لاين لو عايز اي حاجة من دول. طبعا انت بتعمل مسلا بالاصفر. وتعلم على دي وتعمل له كده بالاصفر. وهيبدأ يعلم معاك على الصورة. طيب عندك هنا لو عايز تعمل علامة صح عايز تعمل علامة غلط. يعني آآ حاجات كده اللي هي في المشاريع الكلاسيك مش آآ مش بحس آآ مش بحس الجامعة وكده. هنا عندك اللينكس لو انت هترفع الملف ده على النت فاي حد هيدوس على اللينك هيبقى بيهو على صفحة آآ صفحة على الانترنت الصفحة اللي انت طبعا هتحط اللينك بتاعها. طيب احنا كده خلصنا كل حاجة. عايزين بقى ندوس على طبعا هندوس هنا. يفضل يحمل معانا شوية. وهيجب لنا الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا انت عايز بقى آآ تعمل عايز تعمله عايز تمسحه خالص عايز تعمله يعني اللي انت عايزه ممكن تعمله. وممكن تعمل ده ولود. ولو هنا عايز تعدل على الانس. طبعا هنعدل على الاسم عشان نبقى عارفين خليه مسلا آآ اربع سبعات. نقول له اوكي. ونيجي مسلا نقول له ده ولود. هيفتح لك الصفحة دي وهيبدأ معاك التحميل على طول زي ما انتم شايفين هنا. اول ما يحمل احنا هنفتحه كده ونشوف التعديلات اللي احنا عملناها حصل لها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا شبابة هي التعديلات اول ما فتحناها. التعديلات موجودة زي ما احنا كتبناها زي ما انتم شايفين هنا في الكلام معمول ازاي? وهنا في الموقع ده جايب لك كلام مظبوط الانجليجي مظبوط والعربي مظبوط. وطبعا انت ممكن تعمله بكل سهولة بخمس دقايق ما هاخدتش مننا حاجة خالص. فا اه كده نكون وصلنا لاخر الحلقة النهاردة شباب. لو عجبكم الفيديو يا ريت دعمونا باللايك وشير وسابترايب. وممكن تخشوا على القناة عندنا بنقدم شروحات كويسة جدا على الربح من الانترنت والدخل الشهري. وانت او اليومي اه وانت قاعد في البيت من غير ما تروح تشتغل. برضو حاجات هتفكوا جدا جدا جدا. والسلام ورحمة الله وبركاته